اشتركوا في القناة لابنك في اللونش بوكس دعونا نبدأ بالمقادر وطريقة التحضير هنا هذي كل مقادرنا هنا بحتاج إلى كوب زبدة بحرارة الغرفة تقريبا 7 زبدة وعندي ربع كوب سكر وكمان اخفقوه حتى عادي مش لازم يعني مش لازم خفاقة كهربائية ممكن باليد لما كده يفتح لونه شوية بس كده حسيتوا قوامو كده شوية فتح بضيف له بيضة ورشة من الفانيليا وكمان رشة من الملح تقريبا المقادر نفس نفس المقادر إذا أنتم معاكم عقنة معمول حلوة استخدموها واضفت البيضة وبدأت أخفقها كده حق ثلاث دقائق بس عشان تمتزق البيضة خلاص الآن وقفت الخلط وببدأ أضيف المواد القافة هنا بس أتأكد أنه تماما نخلط كل شي مع بعض ببدأ أضيف نصف كوب من الحليب البودر وبدأ أضيف كوبين من الطحين أو الدقيق يعني طبعا الدقيق اللي استخدمته حق الحلويات يعني أستخدمه للكيك أستخدمه للبسكويت للكعك البروتين حقه يجي عشرة فاصل تسعة كده يعني ما يكونش عالي البروتين وأبدأ أضيف الدقيق بالتدريق أول ضفت كوب نص بعدين أضيف النص الثاني أشوف هل تحتاج لأنه أنواع الدقيق تختلف فأني بس ما عقنش أني بس ألوم العقينة لأنه إذا عقنته البسكوت أو الكعك يفصل ويطلع مش حلوة العقينة تمام لازم أتعقنوش بس تخلطوها بحيث أنه يمتزق بس وتتلم يعني العقينة أو الكعك أو البسكوت هنا أنا غلفت وحطت في التلاجع على بال إيش ما أفص التمر لأنه كنت لسه ما جهست التمر هنا فصت التمر عندي تمر نصف كيلو تمر وملعقة صغيرة من السمنة وملعقة صغيرة من الهيل وملعقة صغيرة من القرفة كله ممسوح الهيل والقرفة ملعقة صغيرة ممسوحة ويبدأوا عقنوه هذه أفضل طريقة تعملوا فيها التمر أنا أفضل أنكم تأخذوا تمر وتفصوا أفضل من أنكم تأخذوا تمر قاهز لأنه الصراحة طعمه غير يكون وماشاء الله أشتأكل منكم على السبتولة أو ملعقة السيليكون جدا حلوة فيها البركة تأخذ كل حاجة شوفوا تنظف لكم الصحن أي حاجة يعني صوصات تشتو تبعدوها مثلا من الجاق أو من زبدية استخدموا معالقة السيليكون تأخذ كل الصوصات يعني أي شي باقي بالصحن تنظف لكم يا وهنا خلاص شوفوا قبت العجينة وقصمت إلى كرتين متساوية طبعا شوفوا كرة خليت شوية زايدة أنا استخدمت هذه الصينية إذا ملاحظوا أن الصينية ضيقة من تحت وواسعة من فوق فالقطعة اللي لقيها يعني أنا بعملها طبقتين خليت شوية زايدة يعني بكرة زايدة بس وبديت أفرض القزء الأول شوفوا كيف فردته تمام تمام بسهولة ينفرد تمام شوفوا كيف فردته ساويته تماما والله ما فيش أسهل من دي الطريقة وهنا قبت التمر وبديت أفرضه طبعا وزعوا التمر تمام وزعوا وبعدين أفرضوه هو لأنه ناعم ينفرد بسرعة ممكن تفرضوه أول شي بالله يعني عندكم بصحن تفرضوه بعدين تحطوه كده فوق وبس عادي هو ينفرض تمام ولما تقوم كده تسحبوه بهدو عشان ما تنسحبش العقينة من تحت عقينات المعمول أو الكعك ما تنسحبش من تحت معاكم خلاص ساووا كده تماما شوفوا كيف الآن قبت القطعة اللي خليتها أكبر شوية وريتني استخرت قبل ما أحطه شوية غلبتني بقولكم حاجة أفرضوها أول أفرضوها بصحن أو أفرضوها يعني بعدين حطوها حطوا الطبقة لكن ما تسويه زي هو عادي نفرد معايا بس كان أخد مني شوية وقت ولهي يعني مفروض أفرضه كامل يعني أخليه دائرة وحطه عليها بعدين أعدل فهمتوا قزلي يعني فرضوها بعدين حطوها على الصحن هكذا يكون لكم أسهل بس أني خلاص كنت أشيل من المكان السميك وأحط خلاص يعني تمام فردته تمام المهم حاولت أني أغطي التمر تماما والآن بدأ إيش معلم القمريات يشتغل يعني أقول لكم بديت تعرفوا إيش القمريات اكتبوا لي القمريات إيش نحنا في اليمن نسميها قمريات فمدريش كمان يمكن في مناطق يسموها ثاني اكتبوا لي القمريات إيش بديت مفروض كانوا يخلوني بس أكون بس معلم تشكيل حق القمريات بدأت أزين الصينية وأقول لكم ما في الشكل وما حطيتوش بعدين ما عقبنيش وبعدته كمان وبعدين عملت كده خط زي خط القسر المهم آخر شي رشوها بسمسم أو ممكن تخلوها سادة يكون الفرن حرارة 180 خلوه مسبقة تسخين تخلوها على حرارة 180 تاخد من تحت أول شيء 15 دقيقة ومن فوق بعدين شغلوه تتحمر فقط يعني كل الوقت اللي تاخده 18 دقيقة على فكرة أنا أخذت مني 15 دقيقة من تحت على حرارة 180 واخذت مني من فوق 3 دقائق عشان تتحمر فقط طبعا الآن قطعوها أنتم أول خلوه شوية تبرد بعد قطعوها بس أنا كنت مجهزة شاهي حقي وخلاص أشتي آكله قطعته وهي حارة بس ما تفتتش معايا بس ممكن تتفتت معاكم إذا قطعتوه وهي حارة ساخنة يعني فأنتم صبروا عليها شوية بعدين قطعوها عشان ما تتكسرش ما تتفتتش فهمتوا وما شاء الله شوفوا كيف لما قطعتها يا سلام تحميرها حلو من تحت كيف تعرفون أنها تحمرت حلو من تحت تبدأ الأطراف تصير تستوي بالفرن لوني ذهبي خلاص طفوا عليها وبتعملوا ألد تمرية هشة تدوب بالفم صدقوني مستحيل أحد ميسألكمش إيش الطريقة شوفوا كيف دايبة وكده معاكم شاهي ولا كوب قهوة يعني شي رهيب والله سهلة شوفوا ممكن شوفوا الفيديو مطول بس صدقوني والله إني سهلة سهلة جدا جدا على طول تفردوا على طول تحطوا وحتى ما يحتاجش يعني إذا أنتم معاكم تمر ومفصص من قبل جاهز خلاص على طول تفردوا تملك وتخلطوا خلاص جدا سهلة ومتاخدش وقت وحتى لما تأكلوها دافية طعمة لذيذ مش لازم تبرد كده طعمة حسوها لذيذة وماسكة نفسي بنفس الوقت دايبة بصراحة أني أنصح كتير فيها ودايما أقول لكم أفضل حاجة تحفظوا فيها البسكوت والمعمول ودي الأشياء المعدن علاب المعدن الحديد المعدن وعلاب الزقاق ابتعدوا عن البلاستيك تمام لأنه علاب البلاستيك شوية تخليه البسكوت يتغير أو الكعك يفتر شوية فأفضل لكم الزقاق أو المعدن تمام تمام أهم شي أنه أقول لكم كل شوية تمام هنا قهزت لكم بالشاه يا سلام وعملت لي كده صحنا الكعك إيش أقول لكم يعني أو البسكوت أو التمرية وكنت صراحة هنا أشتغل هنا أنا عملت كتير التمرية وبدأت أوزعي بعطيكم فكرة كده حلوة حلوة يعني كيف توزعوها بديت هنا عندي شفتوا الأكياس هذه فيها تعرفوا تجي كم حبة مئة حبة بريال أو بريالين وحتى في مني أحقام بعضهم يغلفوا فيها بتواكي الشعر والإكسسوارات المهم بديت هنا أنا معاي حقم صغير بديت أغلف كل حبة عشان أخلي زوجي يأخده معا الدوام يعني تعرفوا أحيانا الرجال يقوعوا كده يشتوا مع كوب القهوة لما يشربوا خلص يكون معاهم كعك أي حاجة تعمل فطاير معجنات ويكون بنفس الوقت مغلف كده وحلو وغير كده الكعك والبسكوت يعني يفضل أكتر من المعجنات بس والله هنا بدأت أحط شفوه هذا الشفاف يجي كمان عندي رول كبير حطيت هنا الصحن تعرفوا الصحن غطى القصدير الصحون القصدير الدائرية حطيته عشان بس إسندلية وبدأت ألمو كده نفس كده وحطت عليه ربطه بشريطة عشان يسهل عليه أن يفتحه عادي ينفتح بسهولة فماشيش كنت أعقد الأشياء وطبعا يعني هذا تقدروا أنتم كمان تأخذوا رايحين نفاس رايحين تزوروا أحد حاجة حلوة من يدكم ونفس الوقت شكله حلو وبس والله شاء الله تكونوا استفدتوا يعني وتقربوها جدا لذيذة العافية ليولوكم والآن أقول لكم لا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا غرس الإشعارات ولايك وكومنت حل منكم وأبدا لا تنسوا أنكم تشاركوا القناة وكمان أهم حاجة أنكم تشاركونا مع صحاب الحافة